بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا ربي صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا اللهم أمين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا استجابة لما ورد إلى صفحة البرنامج من رسائل عايزين نسمع الشيخ طاها عزة مرة تانية استضفنا الشيخ طاها عزة تاني وكان معانا من فترة في البرنامج أسأل الله أن يبارك فيه وفي كل شباب المسلمين أهلا بك يا شيخ طاها أهلا وسهلا بحضراتكم منورنا ومشرفنا ومشاء الله يعني متابعينك كتير الله يحفظ أكرا وكل الناس أشادت بالحلقة اللي فاتت وعايزين يسمعوك مرة تانية أزاك الله بالخير بمهورك كبير يا شيخ طاها نعمليه الشيء يساعدني والله يوما نبدأ كده بآيات من القرآن مع الشيخ طاها تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِي وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تُطِعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَاعَ ذَاهُمْ وَدَاعَ ذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَدَاعَ ذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن المقرين الله يفتع عليك شخطاه الله يكرم وكرم سيدنا النبي صراج منير إنما الشمس صراج وهاج إنما القمر قمر منير ليه؟ لأن اللي قرب من الشمس تحرق أشعة الشمس والقمر في بعض الليالي بيكون هلال وليالي تانية يكون بدر ويكون محاق في بعض الليالي مش ظاهر في السماء إنما سيدنا النبي قمر الهداية والسراج المنير على الدوام نوره لا ينطفئ قسما بنور المصطفى هنسمعها من الشيخ طاهة بس بعد الفاصل خليكم معانا وصلوا على الحبيب